بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا بعد رمضان بديين نتكلم مع بعض في حاجات تهمنا جدا نخليين حلقة النهاردة وحلقة بكرة دايما من كل اسبوع عشان نتكلم في قضيتين مهمين جدا جدا في حياتنا النهاردة عن نتكلم في البداية في بداية الخط اللي احنا بتديناه جي قال لي انا ايه اللي يخلينا اتجاوز يعني ايه اللي يخلينا اتجاوز واشيل الهم واتعب التعب ده كله يا عمي بلاها حكاية الجواز دي وخليني كده سنجل والسنجلة مش عيب يعني ايه اللي يحصل يعني لو ما تجاوزتش فطبعا الكلام عندي لان انا بحب جدا جدا ان انا ادرس الظواهر الاجتماعية الكلام ما ينفعش اتاخد كده بالسهولة او ان انا ما اوقفش كده وافكر فيه بهدوء لان على فكرة الناس بيقولوا الكلام ده مش بس دلوقتي الناس اللي هم عايزين يكررها الناس في الجواز ده ناس كتيرة جدا جدا بتتكلم عن ده طب ايه الحكاية الحكاية ان في الحقيقة احنا حصلنا حياة كده كنا لازم نوقف عندها لما تغيرت حياتنا وحياتنا اتطورت قوي مع صورة الاتصالات وصورة المواصلات فلما حياتنا تغيرت افتكرنا ان اهم لابنا من لابنات المجتمع ما تغيرتش ولزاك ايه اللي حاصل هتلاقي الرجالة والستات الكبار والصغيرين الاجداد والامهات والاباء حتى المتجوزين الصغيرين كلهم بيكتموا على كلمة واحدة بس اه هو لو هي زوجة زوجة مش عارف يعني ايه جواز لو هو زوج زوجتي مش عارف يعني ايه جواز العيال ما بقوش عارفين يعني ايه جواز ده اطفال صغيرين وتجوزوا والكبار هو احنا اللي كنا عارفين يعني ايه جواز دولا مش عارفين يعني ايه جواز فتعالوا نتكلم من الاول خالص تعالوا نبتدي من اول الحكاية مش هبتدي من كلام عن اختيار شركة الحياة ده ممكن نتعرض له احنا في الاسناء لكن احنا هتكلم دلوقتي على الجواز هو الجواز يعني ايه معقولة؟ اه محتاجين نناجعين يعني ايه جواز و هتشوفوا مفاجأة في الجزء اللي احنا هنتكلم عن ايه في اول حلقة ده مفاجأة يارب تكون مفاجأة سارة عليكم الجواز يا سيدي معنى رائع لأنه باب من أبواب السعادة الكبيرة في الحياة وفي بعض الحقيقة لازم نعرفه عن الجواز لو معرفناش عن الجواز الجواز مش هيبقى دي الاهمية اللي تخلينا من اجله نعيش ونتحمل ونرضى واكتهد واه اه اتغاضى طول ما الجواز عندنا بالمعنى اللي احنا لازم نتخلص منه ده الجواز ما يبقاش ممكن يدفعنا ان احنا نتحمل كل الاعباء دي الجواز يا سادة اول حقيقة عنه ان الجواز اول علاقة انسانية حدست على الارض دي لان سيدنا ادم تزوج امنا حواء فاول علاقة كانت على الارض دي واول علاقة بشرية كانت علاقة الايه الجواز فالجواز سبق الامومة والابوة سبق على الارض دي الحياة دي هتبقى ديها اثر جدا انا احنا بنتكلم على الامور التي تتعلق بالزواج الزواج هو اطول علاقة بنعيشها في حياتنا انسان بيبتدي يجوز شاب ويفضل غاية يفضل يجواز معاه الى نهاية حياته ويفضل منغمس في سعادته الزواج كمان نعمة نعمة بيذوب فيها الزوجان معا في حالة من السكينة زي ما في قولي تعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه وجعل بينكم مودة ورحمة زوبان حالة من حالة الزوبان فالزوبان ده بيشيل الحواجز اللي بينهم عشان يعبروا عن مشاعرهم في تعبير رواقي عن المحبة الطهرة الجواز بقى يا سيدي الحقيقة الرابعة هو اعمق علاقة انسانية موجودة في حياتنا ليه الجواز زي ما الناس فهمها ده عبارة عن علاقة بتبوح للناس انهم ما يكونوا عندهم علاقة خاصة يعني علاقة جنسية لا ده الجواز متعدد الجوان في جانب عاطفي وجانب اجتماعي وجانب جسدي ورابع ثقافي وخامس كمان فكري وسادس أخلاقي وديني وسابع واقعي وتامن كمان بالكلم فيه عن المستقبل وتاسع يتعلق بأنماط الشخصية وعاشر كمان يتعلق بتنشئة بالتنشئة الأسرية يعني الكلام عن أسرة المنشأ اللي جي منها الزوجين ولذلك اللي بيقتصر على جانب واحد في الجواز بتفسد حياته أنا عارف لو أنتم سمعيني دلوقتي بتفكروا أيوة ده فيه واحد خلق جواز بس جانب اقتصادي ده فيه حد خلق جواز بس جانب جسدي فلابد أن يظهر بقى في علاقة الزواج كل الأبعاد دي ولو حد اقتصر على بعد واحد بس الحياة تفسد فلازم الجواز يبقى فيه حب وصداق ومومة وأبوة وحوار وتشاور ويكون حلم كمان وإسعاد ويبقى فيه فهم وتفهم وفيه تعاطف وامتنان وفيه إخلاص وحسن عشرة لكن بعض الناس متصورين أن مستغربين نحن نقوله من الجواز ده كمان دي حقيقة مهمة جدا في الجواز أوسع محراب عبادة ممكن نعبد ربنا فيه النسان يعبد ربنا في صور كتيرة من عبادة مش موجودة في الجواز وساعات موجودة في غير الجواز بس موجودة في الجواز بطعم تاني زي ايه نعمد ربنا برعاية شركة الحياة كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعيات ونعمد ربنا بالمحبة والمودة والقول الحسن حسن العشرة والصدقة والنفقة في طاعة الله وكمان التعاون على البر والتقوى وكمان المساندة والدعم لأقرب المسلمين إلي وأطولهم عشرة معايا والعفة والورع ومكارم الأخلاق وساعة الصدر والكرم في العاطفة والعشرة والنفق والكرم بس مش بيبقى في النفقة بس في كل حاجة والحفاظ على كرمة شركة الحياة وجبر خطره وصيانة القلب من أثر العلاقات المسمومة وكمان تقوى الله في اقتصاب الرزق ومعاملة الناس كل ده هو ده معنى الزواج لكن تعال بقى نتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا إيه بقى أنت قلتني في الأول خالص فيه مفاجأة في الحلقة أنا الحقيقة يعني بعد ما سمعت كل الكلام ده عن الجواز ما قدرش أقول إن الجواز شركة عارفين إن الجواز بقى ملوش طعم إليه؟ عشان الجواز بقى بيزنس حتى لو قلت إن أنت مش داخل عشان تنتفع من من مرتب مراتك اللي بتاخده أو حتى لو قلت إن أنا مش مجوزة على طمع بس الجواز إحنا احتلنا مفهوم الزواج بالبيزنس إزاي ده؟ لما قلنا إن الجواز شركة الجواز شركة فكل واحد داخل عشان يربح وأنا بدخل شركة ليه؟ عشان يجي لي عائد على اللي أنا عملته هو دفع المصاليف الجواز ومنتظر عائد معين منتظر إيه العائد اللي عنده؟ العائد اللي عنده منتظر إن مراته تخليه الهيرو بتاعه البطل كلمته تبقى مسموعة يبقى عنده سلطة يمارس حياته كزوج ويبقى كده ملء السمع والبصر طب لو ما حصلش ده مشكلة يقول لا أنا مش لعب أنا عايزة تطلق يعني هارا بيض كده من أولها؟ آه كده من أولها ليه؟ لأن إحنا معتبرين إن الجواز دي شركة وإحنا فكرة دي تربينا عليها وكانت جيانة من السورة الصناعية وهي لو ما لقيتش جوزها حسب توقعها تقول إيه لأ أنا علي بإيه ده كل أنا ليه أمر مط نفسي؟ لو جالي عايل أنا هتحول إلى سنج الماظر بس الدنيا سهلة ما تجوهش قلبي ده كله عشان إحنا فهمين إن الزواج ماله إن الزواج شركة فعشان الزواج شركة يبقى الجواز جوه لازم تنافس ولازم الربحية وإيه اللي حاصل؟ والتعبير عن إن الجواز شركة ده تعبير مجازي يا جماعة مين قال لكم إن التعبير ده حقيقي؟ محدش قال لي إن هو شركة بجند ولازم إن الغرض من الاتفاق والتوافق لازم يكون معنا إن أنا حصل الربحية ده مش اتفاق بمعنى إن إحنا عملنا مع بعض الكنتراتو ولذلك أقول لكم حاجة تعرفوا إن الجواز شركة بيظهر في إن كل واحد فاهم إن الجواز شركة فيبقى إيه؟ فيبقى قائم على حقوق والواجبات والله إلا نتوجع واجع ملوش آخر لو إن الجواز بقى مبني على حقوق والواجبات فإحنا نجيب كده قاضي يقضى على تربست السفرة ويحكم ما بين الاتنين بقى الجواز شركة فنعرف مين اللي أسر ومين اللي عمل لا الجواز مش شركة بالمفهوم ده الجواز شركة يعني كل واحد عنده سند وعنده مدعم وعنده حد يقف وضهره الجواز شركة يعني الجواز أمان الجواز شركة يعني الجواز يحس إن حد بيشاركوا همومه بيكلمه لكن فكرة إن أنا لا إن الجواز ده تمحقق ليش النفع اللي أنا عايزه أو المصلحة اللي أنا عايزه فالتعبير عن الجواز شركة تتعبير بيسموه في اللغة كده تعبير مجازي إنما التعبير اللي بيعبر عن الزواج حقيقة هو إيه؟ إن الجواز مولود جديد أول ما ندخل باب البيت أنا وزوجتي خلاص إحنا تولدنا من جديد فالجواز مولود جديد يعني بيتولد وبعدها يحتاج إلى إن إحنا نسميه ونرعاه وأول حاجة كمان محتاج إن إحنا نقطع الحبر السري نقطع الحبر السري اللي بينا وبين إيه؟ بينا وبين أسرة المنشأ يبقى دي أسرة جديدة مولود جديد ما ينفعش يبقى الحبر السري ممتد بينه وبين الأسر التانية فيتدخلوا على إنه هم اللي بيغزوه لا ده لازم هذا المولود مولود جديد ولازم المولود كمان يترضع ولازم ننفي عنه كمان القذرات لا إحنا معنا مولود شوف الحنان والرعاية اللي بنقدمها للمولود وحشان كده إحنا بنسمي الناس في الخمس سنين الأولى حديث الزواج إيه ده؟ المصطلح ده زي إيه؟ زي حديث الولادة ولازم نعرف إن الجواز بينتقل من مرحلة إلى مرحلة فيه الطفولة الزواجية وبعد كده بعد الطفولة الزواجية يجينا كمان مرحلة تانية مرحلة المراهقة الزواجية وبعدين يبقى عندنا مرحلة الشباب وبعدين مرحلة النضج الجواز لازم نمضج فيه الجواز مش وانشط مش مرحلة واحدة بس ولذلك إيه حاصل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين للسيدة عائشة بدأ مع السيدة عائشة بيسابق وبعد كده بقى إيه؟ بقى يتغاضى وإيه حاصل؟ ويطيب خطرة السيدة عائشة تخاف إن حضرة النبي يكون نوى على طلاقة فيقول لها لما يجي حديث المزارة ويبتحكي عن إن واحد دلل شريكة حياته اللي هو أبو زرع مع أم زرع دللها فتقول فبجحني حتى تبجحت دلعني حتى حسيت بإيه؟ بالدلع فحضرة النبي يقول لها إيه؟ يقول لها على لما سمع الحديث ده لما سمع الكلامة عن حكايات الأزواج والزوجات دي قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك لأن إيه؟ أبو زرع در لكم أم زرع أنا مش هتلقك عايز يعمل إيه؟ يحسسها بالأمان الجواز يا سادة لازم ننضغ فيه ولذلك الجواز ده عشان هو أطول مدة زمنية في حياتنا يبقى إيه اللي حاصل؟ لازم نعرف إن الجواز مش هو أحكام الفقهية الموجودة في الجواز بس لا ده الجواز الحقيقي هو اللي بيكون بيحقق قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم فالأساس فضل وإزاي أقول لكم حاجة والله لنا النهار ده باتي معكم بداية صريحة جدا أنا بتدايق من جملة أسئلة إحنا بنجاوب عليها البشايخ بيجاوبوا عليها زي أسئلة إيه؟ هو أنا علي أن أنا أخدم جوزي في البيت ولا واجب علي ولا مش واجب علي هو يجي يسألني هو واجب علي أن أنا أدفع مصاريف علاجها هو واجب علي أن أنا حجيجها ولا أدفع لها فلوس مصاريف الدراسات العليا بتاعتها هو واجب علي أن أنا أخدم أمه هو واجب علي إيه يا جماعة وإيه الحكاية عارف أنت لما قاله هو إحنا من إمتى بنسأل نفسنا الأسئلة دي هو إحنا من إمتى بنعيش الزواج بعيزة الطريقة فكرة إن الزواج ماله إن الزواج شرك لا الجواز مش شرك الجواز مملود جديد وإنتوا كده ممكن تكونوا بتخنقوا المولود ده بتخنقوا المولود وإنتوا قاعدين لبعض وقفين لبعض على واحدة حقي وحقك لا هي إيه فضلك وامتناني دي حكاية تانية بقى يبقى إحنا جاينا في الجواز إيه فضلك وامتناني إنت صاحب فضل وأنا أمتن لي لهذا الفضل إنت صاحب فضل وأنا أمتن لي لهذا الفضل ولذلك من واجب الوقت الآن في الجواز أليم تنان اللي عايز يفهم الجواز الجديد أليم تنان لما حد يربي لك ابنك ويحافظ عليك يلاقي الزوج دايماً بيساعد الزوجة ممتن لها لممتن لها ليه بتربيه له عيله وهي بتبقى ممتن لزوجها لأنه بيوفر لها الأمان للطفل الجديد ده الجواز ده حاجة تالتة غير الزوج والزوجة أكتر المعاناة اللي بنعيشها إن الزوج عايز هو يبقى محور العلاقة فإيه اللي يحصل فهو دايماً بيبحث عن ما يرضيه أنا عارف إن بعض الأزوج دلوقتي يقول لي أمول أنت عايز نبحث عن إيه لا نبحث عن الرعاية نبحث عن السعادة في رعاية الزوجة نبحث عن السعادة في أمان الزوجة هو ده هي دي السعادة السعادة أن تمشي بقاعدة عليك أن تسعد لكي تسعد هي دي هتحس إن إنت لك دور وهتحس إن إنت بطل لما تسعد حد مش إنك إنت تحصو على كل اللي إنت عايزه والطرف الآخر مش حصل على حاجة وكمان الزوجة لازم الزوجة في حاجة اسمها الطاعة الجميلة يعني إيه الطاعة الجميلة؟ بتطيع زوجها مش عشان حاجة بتطيع زوجها عشان تدعم إن هو يبقى بطلها هي إزاي هتبقى أصلا تحس ببطلته إذا ما كانتش في طاعة فالطاعة هنا أول ما نقول الطاعة إيه ده؟ طب ما إحنا متسويين أما الطاعة ديت في المعروف الطاعة دي عشان تحس هي تقوله طب ما أنا قطعت وما كانتش بطلي لازم نقول إن الجواز ده دايما نقول لهم كده اللي عايز يفهم الجواز ده هو جواز الأميرة للايه؟ للبطل هي تخليها أنت تخليها أميرة فهي تخليك بطل هيقولوني مين اللي يبتدي هي تخليه بطل فهو يخليها أميرة؟ لا أنت واجب عليكم أنتوا الاتنين أنتوا تعملوا ده تخليه بطل وهو يخليك أميرة معززة مكرمة ست الستات لو ما حصلش ده لنت أيم بما أمرك به حضرة النبي ولا أنت أيم بما أمرك به حضرة النبي ولاحظ إن حتى في اختيار الزواج اللي اتنين فيهم نفس المعنى حضرة النبي قال فاذفر بذات الدين تربت يداك إيه هو الدين بقى؟ قال من جاءكم من ترضون دينه فزوجوه من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يبقى هما الاتنين كده الاتنين لازم يمارسوا الأخلاق مع بعض في البيت ما يجيش كل واحد فيه ويمارس مساوئ الأخلاق وبعدين يقول هو الجواز فيه إيه؟ يبقى تعالوا نتفق نخلي كده في دماغنا مفهوم جديد الجواز مولود يولد بعقد الجواز الجواز مولود جديد يولد لما ندخل مع بعض ونفضل في بيت واحد المولود ده محتاج مننا إيه؟ محتاج إن احنا نقطع حبل السر ونسميه اسم وبعد ما نسميه اسم نعمل إيه؟ نشيل الأزم من عليه ويدخل في وقت الرضاع ويدخل كمان في وقت التربية إحنا الاتنين عايزين نتربها مع بعض خلي بالكم الجواز برضو بيمروا مراحل منها مرحلة إيه؟ التعارف إن كل واحد فينا بيبين أجمل ما فيه وبعد كده إيه اللي يحصل؟ يحصل مرحلة كده بيسموها مرحلة الصدام وبعد كده يحصل مرحلة النطج بقى مرحلة النطج والتطبيع وكل واحد يعرف مكانتي التاني ويعرف إزاي يخرج أحسن ما فيه إحنا في حلقاتنا دي هنبقى قصدين حلقات يوم السابت قصدين إن إحنا نخلي الأزواج يخرجوا أفضل ما فيه بعض ونمروا على الزواج لغاية ما الزواج يبقى مليان جمال طب نعمل إيه لغاية ما نشوفكم؟ أول حاجة أي وقت إنتوا دلوقتي وسمعيني وأنا عارف إن فيه بعضكم عنده 25 سنة جواز بعضكم بقى له 30 سنة جواز وبعضكم لسه حديث الزواج لسه متجوز عم نول لسه مكملش سنة هقول لكم حاجة تعالوا حتى مهما كنتم حصل منكم تعالوا نبتدي كإننا وهدي سر من أثار الجواز سبحان الله الجواز في أي وقت ممكن تحس إنه مولود جديد أنا أقول لكم في الإرشاد الزواج عندنا شفت ناس بقى لهم 35 سنة متجوزين بعض ولسه ما يعرفوش بعض تعالوا نتعرف على بعض تعالوا نتعرف على بعض بإن إحنا نقول إيه؟ نعتقد كي ونكلم بعض إن إحنا مولودين النهاردة الجواز ده مولود النهاردة أكتر حاجة تحسس الإنسان إن حياته بتتجدد هو إنه واي حس إن جوازه مولود جديد تعالوا النهاردة نحس إن جوازنا مولود جديد نقعد مع بعض لو كان في أي حاجة تعالوا نقعد ساعة تصافية ساعة واحدة ما تكررش مرة تانية ونخلص فيها كل حاجة طب إحنا لو زي الفل مع بعض نقعد مع بعض قعدت ماذا؟ قعدت إسعاد نتكلم على إيه اللي يسعدك وإيه اللي يسعدني ونقدر نقدر لو كررناها ومشينا عليها الجواز يرجع مرة تانية يتجدد من جديد كمان حاجة إحنا لازم نسقيها للجواز كل واحد فينا يحفظ التواريخ اللي ممكن تعمل ذكرى سعيدة لتشريك حياته وأرجوكم اهتموا شويتين تلاتة بيوم جوازكم يتموا إن انتوا تجددوا الكلام ده ممكن إن واحد يوم زواجه قريب خلاص يبتدي يقول لها أنا أعادك إن إحنا نبقى في جواز جديد بالمواد ده والرحمة هقول لكم تلاتة أربع مفاهيم مهمة في الجواز لازم تكرسوها القاعدة الجواز ده تعمل زي مسلس كده بس القاعدة بتاعت المسلس دي القاعدة بتاعته هي الأمان والجواز هو تلات حاجات الاهتمام الاحترام التأدير تعالوا نبتدي ونحاول بقدر إمكان نقول كلام حلو لشرك حياتنا نتدير وقت كافي ونقعد معاه فيه وما يسمعش منا غير كل كلام حلو وكل تأدير وامتنان لي حبيبي وشريك حياتي عشان وشركتي وشركة حياتي عشان نقدر نتولد من جديد بالتلات حاجات دولة بالامتنان حاول تطلع تليفونك حاول تطلعي تليفونك وتبعد رسالة امتنان وتبعت رسالة امتنان لزوجتك إن هي نعمة ربنا وياريت نرجع تاني ونقول لبعض أنت نعمة ربنا علي وياريت نخصص وقت لشرك حياتنا ونتفق عليه مهما حصل الوقت ده هنعودوا مع بعض وتخرجوا مع بعض جددوا زواجكم وخلوه يخرج للدنيا في ناس كتيرا متجوزين وبقوا يستحوا إن هم يخرجوا مع بعض ماينفعش كده خرجوا للدنيا بجوازكم وجددوا حياة زواجكم وسمعوا بعض كلام حلو أظن ده هيخلينا نقع في قوله تعالى وقولوا للناس حسنة ويخلينا ماشيين مع حضرة النبي اللي علمنا إن الجواز محراب لمكارم الأخلاق أقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يا رب نجعلنا دايما في الجواز بنسعى إلى مرضاتك ونمشي معاكم خطوة خطوة لغاية ما الجواز يبقى البوابة الكبيرة لي السعادة في حياتنا يا رب وفقنا وكرمنا إن إحنا نكون سبب من أسباب السعادة لينا ولكل أحبابنا بعد الفاصل نرتقل بحضراتكم عشان نستقبل أسئلتكم المباركة حتى نستطيع النجويب عليها رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بتتصلين عليها أسئلتكم اللي بنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها وكمان معانا هذه الصفحة اللي بنطلق عليها تعلاقاتكم اللي بتسهم بشكل كبير جدا جدا في تطوير بنامج وتحسينه وتلقي أراءكم اللي هي في الحقيقة ما بتصبح غير فيه خير هذا البلنامج وعشان كمان تشاركونا في الأجل ومعانا أم إبراهيم من القاهرة السلام عليكم يا صدرات الشيطة وعليكم السلام عليكم بقول لحضراتك بس أنا حقول عندي كم سؤال حقولهم لحضرتك يلا توكلنا على الله علي الله بقول لحضرتك في التشاهد احنا بنقول تحيات الله والطلاوات والطيبات وبنسلم على نفسنا كل تشاهد كده عايزة أفهم يعني ايه وإحنا وإحنا بنسلم بنقول بعد كده السلام عليكم مين اللي بنسلم عليه معلمين حاضر ما عليش عسل بيقطاع علي الخاصة اقول لحضرتك الأسئلة محدش يقدر حاضر محدش يقدر حاضر حقول لحضرتك السؤال التالي اني آآ في سورة طاها اني خشيت وانت قولها فرقت بين بني اسرائيل طيب يعني ايه الخشية وإن هو الخوف وإن هو الفرق بين بني اسرائيل حاضر وإيه اللي احنا نستفيده في حياتنا منها زيها برضه حاضر في سورة يوسف وفي سورة غافر لما شاهد شاهدوا من أهلها الاول الشاهد شاهد ضد سيدنا يوسف طيب مع انه هو سيد القميس قدامه هو مين قال ان الشاهد شاهد ضد سيدنا يوسف من الاول قال ان كان كاذبا لا لا خارج دواب يحط القاعدة طب عشان ما اعطيها كيش اه سورة غافر مؤمن قال ان كان كاذبا فعليك اذره فهي دي برضه في نفس الماضي قال ايه ده هو دي ايه اللي احنا نستفيده مثلا في حياتنا ان هي المبتلات حاضر ايجاوب على حضرتك ايجاوب على حضرتك فيه بقى السؤال معليشي وهو مش اخذ معليشي سورة طه معليشي السوت بيقطع معليشي السوت بيقطع يا فندم كملي كملي سورة طه اللي قعانة الوجول الحي القيوم الآية دي رقم مية وحداشر تلت وحد هل ليها معنى حاضر ايجاوب على حضرتك سؤال الاولاني بتقول قول الاول ايه اللي من السلم على مين القول الاول ان احنا بنسلم على المسلمين المهلي وشمالي using احنا من سلمناش عليهم قول التاني احنا بنسلم على الملائكة الملائكة التي ستحذر معنا الصلاة على اليمين وعلى اليسار وقولي الثالث مش مشهور أولا لكن قولي الثالث أننا بنسلم على مولانا سبحانه وتعالى الذي كنا نصلي بين أيديه طبعا ليه بنصلي على المين والشمال عشان نقول أننا بنصلي حتى ينتقل النور إلى أيماننا وشمائلنا فيحطنا النور من كل مكان بما أننا سلمنا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكمان بنسلم على هذا يبقى القول الراجح والمشهور أننا بنسلم على الملائك وكمان لبأس والقول الثاني وقولي أننا بنسلم على من كان على يميني ومن كان على يساري المسألة الخشية خشية دي بناخد منها مبدأ مهمة أوي أن سيدنا هارون قال خشيته أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إيه القاعدة التي نحن ناخدها أن الأمن قبل الإيمان ليه؟ لو حدخل أن بني إسرائيل حصل بينهم حرب أهلية قتال ناس مع السامري وناس تد السامري دولة بيقول على دولة كفار ودولة بيقول على دولة كفار إحنا شايفين النموزة جاوه عندنا المكفراتية المكفراتية اللي إحنا بيه اللي طول كل شوية يجعه قلبنا المكفراتية اللي فشوف سيدنا هارون ماذا فعل قال أكيد سيدنا موسى هيكون عنده حل فإيه اللي حاصل أنا أحافظ أن الناس دي ما تحتربش فمنع الاحتراب منع الاقتتال ليه؟ لأن الأمن قبل الإيمان هما دلوقتي فيهم حد ترك التوحيد فإيه اللي حاصل؟ فهو لو ذهب ليواجهه ذهب الأمن فقال الأول أن نستقر ويستقر الأمن ما حد شفهم كده أن احنا بنرضى بعدم الإيمان غلط 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 نحن نرى أن قاعدة الإيمان تبنى على قاعدة الأمن يبقى الأول خالص يبقى فيه أمن مجتمع عشان يبقى فيه إيمان لأن لو أن الناس احتربت الدين دايما نقول كده للناس أن الدين بيأي اللي بيحصل؟ بيذهب تحت سنابك الخير تحت المدرعات تحت النار لكن الأول خالص نأمن ونستقر حتى يستطيع الناس أن يسمعوا كلام الله يسمعوا كلام الله لما الأول خالص إيه؟ لما الشخص يسكن ويبلغه مأمنة فيحصل له أمان وبعضين يحصل له الإيمان مسألة بقى إيه؟ كان عندنا بعد كده شاهدة شاهدهم من أهلها اللي راجل كان بيقول قاعدة إيه اللي حاصل؟ لو كان قميصه قد من قبل فهو كاذب ولو قد من دبر فهو صادق فحط قاعدة فالقاعدة بيقول له فكانت تعقيم الآية إنه هو قميصه قد من إيه؟ من دبر فإيه اللي حاصل؟ ده بيهرب وحد بيحاول يمسكه فكان ده في مصلحة سيدنا يوسف مش ضد عليه السلام مش ضد سيدنا يوسف وهو الكلام ده الكلام ده مسألة إيه؟ شوف لما الواحد يكون صادق ويقول إيه؟ وإن أو إياكم لا على هدن أو في ضلال المبين إيه اللي حاصل؟ شوف الثقة فإيه اللي حاصل؟ فإياكم كاذبا فعليه كذبه فإيه اللي حاصل؟ فهو مش كاذب فلزيك إيه اللي حاصل؟ ده شكل من أشكال الثقة وليس شكلا من أشكال الإيه؟ وليس من شكل من أشكال عدم الثقة وعنت الوجود الحقيقة القيوم ده مسألة مسألة الاستسلام يوم القيامة كل خاضع لمولاه لا يستطيع أحد أن يتحرك كل لا تسمع صوتا ولا أحد يتكلم إلا من أذن الله الرحمن وكل وجوههم تنظر إلى حيث إلى حيث يسوقهم مولاهم سبحانه وتعالى وكل الأجوه منكسرة ذليلة لمولانا سبحانه وتعالى فتظهر الحقيقة إن الوجوه كلها خاضعة للمولا سبحانه وتعالى معنا أموسيف من الأليوبية أموسيف أموسيف عليه وسلام عليكم عليكم سبحانكاد اسفضلي يا موسيف لو سمحتك حضرت الشيخ ما عليش أنا عندي بس مشكلة فمش هطول على حياراتك فيها اسفضلي دلوقتي أنا متجوزة بالي 15 سنة وعندي ولدين وبعاني معظوزة من أول سنة جواز أنه هو غيانة وبيعرف علي وكده فعانيت معاه وعدت برضو استحمل وتكلمت معاه كثير وقالي أنه هتغير ففي آخر السنة دي اكتشفت برضو هو لسه برضو بيتكلم معه دا معينة فأنا نفسيك كابت وكل مطلب يطلق منه ويقال لي لا أنا مش هطلق عشان خاطر الولاد فأنا دلوقتي مش عارفة أطلق منه ولا أعمل إيه وأنا نفسيك عبنة جدا يعني أنا متضمرة نفسي أبداً ما فيش حد أنا عندي معنين المعنى الأولاني ما فيش حياة يسمع حد متضمر نفسي يعني بلاش فكرة إن إحنا متضمرة نفسياً إحنا كل الحكاية عندنا مشكلة وعندنا أمر صعب علينا محتاجين نديره أنا موافق إنه هو صعب عليك إن إنت تديريه ومقدر جداً جداً مشاعر حضرتك لكن ما تقوليش إن أنا متضمرة نفسياً وإنت في حضرة مولاك فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين الله لطيف بعبادي ليه بقولك كده كل ما هتكوني على هذا الثبات بإن إنت في حمى مولاك وفي رعاية مولاك أولاً هيحصل لك ثلاث حاجات أول حاجة مش هتسترف برعونة لإن إنت عندك دهر وعندك سند تاني حاجة هتطلوب الحكمة من ربنا وتفضلي متعلقة بالله سبحانه وتعالى تالت حاجة ما تحسيش إن حياتك حد بيلعب بيها وقادر إن هو يدمرها لك لإن حياتك بيدي الله سبحانه وتعالى فلذلك إنت لازم يكون المعنى ده عندك قبل ما تعمل أي حاجة ده المعنى اللي بيخلي الست قوية وما تعملش حاجة فيها شراسة ولا رعونة ولا عنف ليه؟ حاسة إن هي في حالة إيه؟ في حالة أمان أما بقى تعملي مع جوزك إيه اللي يحصل بقى في الحالة بتاع حضريك؟ حالة حضريتك مليانة تفاصيل ليه تفاصيل؟ مش هقولك عشان نعرف إيه سبب الخيانة لا نعرف حاجة من الخيانة قد إيه؟ ونعرف أوقات الخيانة قد إيه؟ ونعرف هو بيتصرف كده ليه؟ ونعرف أنت أصلاً لما جوزتي جوزتي كنت مخصوبة ليه؟ كل الكلام ده مش هينفع غير في جرسات الاستشارات الزوجية ولذلك أنا بطلب من حضرتك تتفضلي مشكورة تقنيعي زوج حضرتك وتتفضلي عندنا في مركز الرشاد الزواجي وأي حد يجاوبك على هوا يقولك تعملي كذا وتعملي كذا في حالة مليئة لأبعاد كده كلامه من صحيح ليه؟ لأن احتمال كبير أن احنا ننتقل من إرشاد الزواجي إلى العلاج الزواجي في حالات كتيرة بتبقى منحتاجها تتعالج عندنا يعني فراغت العين أنا ما جيش أقول لي وحدها وهي بتقول لي أن زوجي مثلاً هنا وفرغة ما جيش أقول لها أروح أتطلقي ليه؟ لأن أنا ممكن بشيء من العلاج الزواجي أعالج هذا الشخص وفي نفس الوقت أدعم هذه المرأة أنها تستطيع أنها تحافظ على بيتها وأولادها وعشان كده لازم نكون عندنا لطف ورحمة ورفق بهذه الزيجات عشان نوصل بيها لبر الأمان فاصل ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم أسئلتكم ومباركة رجعنا لحضراتكم ومعنا الأستاذة الرحمة من أسيوت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضله كل عام وحضرتك بخير وحضرتك في أمان وفي صحة وفي سلام وبعافية ربنا يدي لك الصحة يا رب دلوقتي أنا متزوجة من 26 سنة وزوجي يعني مريض من فترة طويلة وعندي ابن وحيد ما عنديش غيره علمته ومجهة طلب تعليم جامعي طلب إن هو ياخد يعني فرع بفلوس ربنا قدرنا وكملنا تعليمه وبقى مركز مرموك طيب فدلوقتي هو إننا جينا بنقول له يا حبيبي عايزين بابا نفسه يفرح بيك قبل ما يموت لأنه ببقى تعبان قال أنا فيه وحدة قداني متعرف عليها من عنديش يعني هو دلوقتي عانتوا 25 سنة فأنتوا دلوقتي عايزينو تجوز بالزبط وده وحيدك هو وحيدي ويعني الحمد لله يعتبر الحال ميسور وحكته كلها متوفرة المشكلة في إنه هو تعرف من على وحدة من عنديش وأكبر منه سنا وبيقول يا هي هي مش متجوز وإحنا عملين نتحيل عليه ويقول يا هي مش متجوز فقلنا خلاص هي تعلمها مش زيه لأنه هو كلية آآ كلية من كليات الكمة آآ فهي تعلمها اتغادنا عن التعليم ولكن لقينا النسب مش آآ مش كويس ايه ايه الاعتراض اللي عندك من غير احنا ما نعرفش العيارة ايه الاعتراض اللي عندك في الناس الاعتراض ان هي من آآ من آآ من القاهرة متبرجة جدا لدرجة اننا وجوزي تواصلنا معاها قلنا لها طب تحجيبة طب آآ اعملي مش عارف ايه قلب دي حاجة بيني وبين ربنا انا مش 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 هرا واسيبوا ربنا طب يلبسي تحجيبة على الاقل طب يلبسي لبسي متحشم هو ايسا لك سؤال انت اصلا بتحبيها لا لا مش موضوع بحبها سؤالي بس يا لا لا بصراحة لا ايو كده عشان نخلص الكلام بصراحة لا لان انا اتخارت ربنا يا شهر عمر اقول لك حضرتك حاجة حاجة رحم اصلي الليستة بقى الليستة دي بقى انا عارفة يعني عارفة بمركز الاشياد الزواج طب انا انت عايزة بقى السؤال فين يا حاجة رحم السؤال ان انا دلوقتي نفسي ابني يسمح حضرتك في اننا عاوزين لو واحدة تكون عارفة ربنا على الاقل انا اتحفظ على كده متعارفة ربنا عشان اقول لك اقول لك بصي حاجة رحم احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه احنا عندنا طريقين مصارين في الحالة اللي زي دي بيبقى عندنا مصارين مصاري الاولاني انا لما بيجي لحد في الاشياد الزواجي بقيس مدى تمسك ابني بالعروسة ليه بقيس مدى تمسك ابني اللي عروسة لان زي ما بقول للولد هو لو جي سأني بقول له ايه ما تعصاش ابوك وامك وان كان ايه وان كان ان هو يسيب ده ان هو يختار او يرفض جواز ده مالوش دعو بالبر البر بيبقى في ايه البر بيبقى فيما يخصكما يعني فيما يخص الحاجة رحمة وزوجها اللي هو الوالد يساعدهم ويريحهم ويطيب خطرهم طيب وانما اختيار بقى شركة حاجة ده ولا عيش معاه لكن هم بيكلم مش هو اللي بيكلمني دلوقتي حدايك بتكلميني فانا لازم اقول لك القاعدة دي لكن في نفس الوقت تخيلي في نفس الوقت لما يجينا الاولاد يسألونا اقولوا ما تتجوز حدا والدتك او والدك مش راضي عنه بس مع الخبرة هقول لك بقى حاجة الاولاد وخاصة ابنك لغاية 25 سنة ما تجوز الاولاد لما بيكونوا ده وبيعملوا كده بيدخلوا في دور تمرد وممكن تبص تلاقي ابنك عنده 35 سنة و38 سنة ومش عايز تتجوز ليه ما انتو خلتوني تجوز اللي انا ما بيحبهاش ولو تجوز ممكن يتجوز واحدة ويمررها ويتعبها لان هو بيتمرد على اختياركم او بيتمرد على ان انتو بخلتوش يتجوز اللي بيحبها نعمل ايه بقى انا شايف ان ابني اذا كان عايز يتجوز حد نعمل ايه نعود ونتكلم معا كلام موضوعي اوعوا تكلموا اولادكم وترفضوا حد قبل ما تشوفوه لان هو هيعرف ان ده حكم مسبق اما وان انتو دلوقتي حكمتم حكم قبل ما تشوفوا البنت وانت كمال عملالها واصمة ان هو جابها والجوزة من عن نت يعني لو هو جابها والجوزة من المكروبوس او جابها والجوزة من الجامع او جابها والجوزة كان هيفرق النت مش حاجة ملوثة وقد يكون دي وسيلة تعارف ناس كتيرة اه صحيح الكلام اللي بقوله ده قد يكون صادم هو امتى بيكون الكلام ده غلط اذا كانوا هم تعرفوا ومرسوا اي شكل من اشكال الغلط على النت لكن لو تعرف عليها فهو دخل على البروفيل بتاعها البروفيل بتاعها وشافها شخص مناسب دي ده ما يعنيش ان هي شخص مش محترم عشان ابنك ما يبقاش بيتوجع كل ما انت تتكلميه بالطريقة دي فتبقى بتكلميه عن واحدة وعن عرضها بدون داعي انا بكلمك الكلام اللي ممكن يحل المشكلة الكلام غير كده هيفضل الولد متمسك وانت طبعا ربتيه على انه هو اهم حاجة في الحياة فيكون المنطق بتاعه ما تتنزل شوية عشان انا افرح انت ليه مش عايزان افرح دي واحدة وانا عجبتني وسعيد بيها فالمسألة محتاجة قعدة نتكلم فيها ونتفق معا حبيبي لو ان هي ما بتلعتش مناسبة في اي مرحلة من مراحل التعارف ارجوك ارجع واحنا مش علومك كده هو يطمئن ويدرس الكلام اللي انت بتقوله مين قالك ان الكلام اللي انت يقولتي ده اللي هو الثقافة والتعليم والمستوى الاجتماعي والحسب اكيد بتكلمي عن الحسب مين قالك ان هو ما بيفكرش فيه هو كمان بيفكر فيه بس انا بدير دلوقتي مشكلة وازمة انا ابنك لو جيه قالي هقول له يسيب الخطبة الخطوبة دي طب لو قالي قلبي عيت وجع ولو قالي انا مش عارف اتجوز تاني ولو قالي انا قلبي عيت جرح هقول له ايه هقول له جرب بس خليك صادق مع نفسك وخليك انسان حقيقي لان الجواز مفهوش ايه مفهوش كذب على النفس فارجو ان الكلام اللي انا قلتولك ده يرسم لحضراتكم شوية خطوط في مسألة الجواز انا مش اقول له انا لو هو جاي لي اقول له يسيب طب لو قالي مش قادر ايه اللي حاصل انا ممكن اكون بساعده بساعد نفسه الامارة بالسوق عليه وكده يبقى عنده تعاس فانا مش اقدر اقول له كده استاذ مين استاذ سهل اتفضل يا استاذ سهل استاذ سهل من جبوتي اهلا بك يا فاندام اهلا بك يا فاندام ومبسوط معكم حضرتك واانا والله بحبك لله ومبسوط وطبع دايما مع حضرتك البرنامج بتاعي الله يرضى عنك أستاذ سهل ربنا يحفظك بعد أنت اسم حلوانا لو شفته في المنام ده يبقى حاجة فضل من ربنا قوي ما يخليك الله يكرمك يا شيخ والله عظيم أنت عارف أن رسول الله سلم لما جالهم يديك العمر ويحفظك ويخليك أنت عارف حضر رسول الله لما جيه في صلح الحديبية فجالهم سهل بن عام قال لهم سهل أمركم فاستبشر حضرة النبي تفضل أستاذ سهل أنا جي سؤالين يا شيخ تفضل السؤال الأولاني أصلا أنا أصلا مجود مصرية ومراتي وأنا عايشين هنا في مصر يعني أنت نصك مصر الوقت أه 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 فالسؤال الأولاني هل الأولاد معنا بنت صغيرة وإن شاء الله في واحد جاي بردو في الدريق بأمر الله فهل الثقافة للأولاد هل هيفضل مصرية يعني لازم أخليها يعيشوا هنا في مصر ولا أحسن أودهم في الجبوتي ويشوفوا والله أنا سعيد أوي بالسؤال ده ده سؤال ذاكي جدا أه عارف ليه سؤال ذاكي جدا لأنه هو في الحقيقة الثقافة دي جزء مهم جدا جدا في حياة الإنسان وإنت أصلا مش بتكلم عن الثقافة بس بتكلم على الهوية الهوية هتبقى إيه ماشي ده السؤال الأولاني السؤال الثاني السؤال الثاني المدام الله يشفيها وعيزاك تدعيلها يا سنم يا رب ربنا يجمع لها بينا تمام الأجر والعافية يا رب هي دايما بتقولي أنا طعبان روح أجوز وأشوف واحدة تانية أوع دفخ أوع فأنا بقى يعني بقول لها إيه ده بلاش تقول كلام ده أنا مش هجوز وهفضل ونربي الأولاد مع بعض فهي دايما بتقول كلمتين أنا بتدين في إيه لله يعني من إيه للأجر واحد إمرارت وتعبانت بيحبها وبيحبها قوي قوي وبيحترمها وهي بتقوله كلمتين ده بتقوله ايه بتقوله أنا تعبانة وإيه بتقوله ايه بتقوله ايه بتقولك المتين دولة لوح تجوز تاني وايه تاني ايه الكلمة التانية ايه يعني ايه آآ وبعدين أنا قريب هتافر فبدي تقولي لما هتروح هناك هتتجوز واحدة تانية والله العظيم الكلام ده مش موجود في القلب دي ما أنا قلت لك انه دفخ طيب خلاص أجاوب عليك يا سيد سهل أنا سعيد جدا بسؤالك والله أستاذ سهل أول حاجة مسألة الثقافة يا سادة كتير من الناس عندهم ما يسمى بالتنوع الثقافي والتنوع الثقافي ده ممكن يكون بيدوب ويبقى في هوية واحدة يعني الشخص اللي هو عنده لغتين الشخص اللي نشأ في اتولد في مكان وبعدين اتربى في مكان أقول لكم في شخص مثلا بيرم التونس مثلا مثلا ده شخص معروف انه النشأ فين بعدين جي في مصر فكان يكتب كلام المصريين يحسوا ان الكلام ده نبع من داخل داخل المصريين وفي مصريين راحوا عاشوا وجمعوا مبينة الثقافتين الدكتور احمد زويل الله يرحمه ويبارك فيه ويبارك له ويجعله ان شاء الله في نور وبركة جمع مبينة الثقافتين ففي فرق ما بين التنوع الثقافي في ذات الإنسان والهوية هو الشخص بقى عنده انتماءين لا بأس انتماء الأب وانتماء الأم هل ده ممكن يشتت الإنسان؟ أبداً ده ممكن يخليه متسع بس العبرة انتم الاثنين ما تخلوش مسألة التنوع الثقافي مسألة تدمر الأولاد بل هي مسألة توسع حياة الأولاد وتخليهم في راحة وسعادة وهنى كل واحد فيكم يضيف يضيف من ثقافته للأولاد ساعتها الأولاد هيبقوا في سعادة وفيهنى وفي فرحة وبعدين انتم فيه شيء بيجمعكم انتم الاثنين سواء المصريين وأهل جبوتي الاثنين بيجمعهم انهم من أهل القرى المليئة بالبركة والنور والفضل والنعمة أفريقيا فده بلا شك بلا شك هيكون فيه جامع ما بين الاثنين من ذلك اتعودوا ان انتم تخرجوا كل واحد فيكم يخرج أجمل ما فيه ثقافته وتربوا الأولاد عليها ساعتها الدنيا تبقى فيها ساعة ونور أما زوجة حضرتك فاوعد صدق لما بتقولك روح تجاوز تاني فيه ثلاث حاجات ما يصدق عشر رجل الست فيها روح تجاوز وأنا نسيت وخلاص أنا حاسة ان الحياة مش هتنفع بنا تصدقهمش أنا بقولكم الستات عندهم لغة غير رغة الرجالة لما بتقولك انت هتتجاوز تاني أروح تجاوز تاني هي بتقولك أنا عشان تعبانة ومريضة محتاجة ان انت تكون دايما بتأكد لي تمسكك بيه هي محتاجة كلام مليان طبطبة ومليان حنان هنا هيجي كلام حضرت النبي استوصوا بالنساء خير لما تيجي تقولك أنا روح تجاوز تاني أو انت هتروح تجاوز تاني في جبوتي يقول لها أنا من الموحدين انت حياتي انت نور عيني انت اللي وصاني بيك بيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم انت معايا أنا أطبق سنة رسول الله معاكي زي ما رسول الله ما تجاوزت على السيدة خديجة أنا مش هتجاوز عليك تاني وأظن ده هيكون معنى مهم جدا هيلخص كتير وهيخلص كتير من المشكلات بينكم يا رب احنا النهاردة حلقتنا كانت بداية عن الكلام عن الجواز وآخر سؤال كان سؤال مهم جدا 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 في الكلام عن الجواز احنا نستمر معاكم في الكلام عن الجواز ومن الكلام عن أصحاب السعادة الزوج والزوجة اللي هم دايما لازم يتمسكوا بهذا اللقب ان هم أصحاب السعادة يا رب اجعل دايما حياتنا مفتوحة على أبواب السعادة واجعل ده بشرة بأنك تعطينا الرزق يا رب اكرمنا واصلح حوالنا واجعلنا دائما ممن يتعبدونك يا رب في محراب البيوت فتصير بيوتنا مسجدا مليئا بالبركة والنور والوصال والجمال يا جميل يا ودود يا رحيم يا رب العالمين 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 يا رب العالمين